مشكلة يا أيها السادة في الحنابلة ابتدأت في عصر الإمام أحمد بن حنبل يعني أحمد كان حياً لما بدأ تلامذته يقولون بالتشبيه يقول الشيخ زاهد الكوبثري رحمه الله تعالى العلامة المشفور يقول أحمد بن حنبل ألف مسنده وبعد ذلك رأى الناس يتحدثون بالتشبيه قضايا التشبيه قال فامتنع عن تحديث الحديث ثلاث عشرة سنة قال والله لا أحدث بحديث الرسول الله لأن الناس أحدثهم فيفهمون الحديث على غير المراد ومات ولم يبيض المسند ومن المشاكل التي وقع فيها الإمام أحمد بن حنبل أن بعض تلامذته الفقهاء الكبار كانوا من المشبهة بل إن ولده عبد الله تأثر بالمشبهة وكان مشبهاً ولذلك نسب للإمام أحمد بن حنبل بعض الكتب التي فيها تشبيه بعض الكتب التي فيها تشبيه وهذه مشكلة كبيرة في الحقيقة لأن الإمام أحمد بن حنبل مبرأ عن هذه التهمة هناك كتاب اسمه الرد على الجهمية نسب للإمام أحمد بن حنبل في الحقيقة أن الذي ألفه هو ولده عبد الله ونسبه لأبيه لكي يشتهر الكتاب نعم حتى يشتهر الكتاب فقط نعم المسنى السنن والله ما أعلم السنن إمام أحمد السنن أما المسند فله وأما الزهد فله وأما الورع فله كتاب الورع وكتاب الزهد وكتاب فضائل الصحابة له أو كتاب كثيرة لإمام أحمد وهي مطبوعة أما كتاب السنن والله لا أعلم أصول السنن نعم هذا أصول السنة هذا مكذوب عليه هذا أصول السنة هذا مكذوب عليه حتى أن صاحبه كأنه يقول للناس هذه هي أصول السنة فالذي يخالفها فهو بدعي كأنه يقول نحن نحن السنة هؤلاء مشبهة الحنابلة جعلوا أنفسهم هم السنة نحن أصول السنة هذا هو الذي كذب عليه وأصول السنة هو نفسه كتاب الرد على الجهمية كتابان متطابقان كان يسمى الرد على الجهمية ويسمى بأصول السنة نعم وأنا أبالغ وأقول هب أنه للإمام أحمد بن حنبال فأقول لا بد أن الدس قد وقع فيه لأن في هذا الكتاب أقوال لا يقولها مسلم مسلم لا يقولها نعم أقوال شنيعة للغاية ولياذ بالله من أراد أن يطلع إلى هذه الأقوال فليرجع إلى كلام الشيخ زاهد الكوثري وإلى مقالة الشيخ زاهد الكوثري فقد جمعها من جملة مقالاته في أصول السنة مما نسب للإمام أحمد بن حنبال قال بأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جاء إلى صخرة كبيرة وسند ظهره عليها تعب وأن الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى سئل موسى كيف كان كلام الله قال صوته يصبح صوت الرعد صوت الرعد وسئل أشياء عجيبة غريبة وصفت المولى سبحانه وتعالى بأن له شعر وأن له أدراس هذه أقوال ولياذ بالله شنيعة أنا بعض هذه الأقوال كنت أظن أنها ليست في كتاب أصول السنة المطبوع فلما كنت أدرس كتاب الاقتصاد في الإتقاد في إندونيسيا سألني أني طلب أن أحرر لهم هذه المواضع من الكتاب المطبوع فعدت إلى الكتاب المطبوع فوجدت كثيرا من هذه النصوص في المطبوع اليوم الموجود الآن موجود في أيدي الناس وينسب هذا لإمام أحمد بن حمبر رضي الله تعالى عنه حاشاه رضي الله تعالى عنه أن يقول مثل هذا القول شكرا للمشاهدة